منتصف الليل بتوقيت الجزائر أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري إليكم العنوي احتدام المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في خاركيف وخيرسون التلفزيون الأوكراني يتعرض للقصف وتقارير أمريكية تتحدث عن امتلاك بوتين لخيارات تمكنه من تدمير المقاومة الأوكرانية حرب اقتصادية غربية غير مسبوقة على روسيا وموسكو تؤكد أنها قادرة على التخفيف من أضرارها بعد التلويح بورقة السلاح النووي موسكو تطالب بإخلاء أوروبا من السلاح النووي الأمريكي وتتمسك بحوار استراتيجي مع واشنطن ونتابع أيضا قفزة في أسعار النفط عشية الشمع حاسم لأوبك بلاس الحرب في أوكرانيا تخيم على اللقاء وتعمق من ضبابية مستقبل التحالف النفتي أهلا بكم إلى التفاصيل تتواصل الحرب في أوكرانيا لليوم السادس على التوالي حيث أفادت تقارير أن مدينة خاركيف تعرضت الثلاثاء لقصف لأربع ساعات متواصلة وأعلنت وزاة دفاع روسية أنها سيطرت على طول شواطئ بحر أزهوف وأن قوات من لوغانسك داعمة للجيش الروسي وصلت إلى عمق أراضي المقاطعة لمسافة تبلغ 61 كم كما أكدت وزارة الدفاع أنها دمرت أزيد من 1300 موقعا عسكريا أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية في حين أقرت وزارة الداخلية الأوكرانية بدخول القوات الروسية إلى مدينة خرسون جنوبي البلاد لا صوت يعلو فوق دوي المدافع هكذا الوضع في يومه السادس في أوكرانيا فلا المنشدات الدولية لوقف القتال ولا مفاوضات أمس أعادت الهدوء 1325 هدف من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية تم تدميرها وفق بيان الدفاع الروسية كما أصاب الطيران الروسية الثلاثاء مطارين وثلاثة مواقع رادار للدفاع الجوي الأوكراني بأسلحة عالية الدقة خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية تعرضت إلى هجومين صاروخيين وتعرض ميدان الحرية أكبر ميدين أوروبا لهجوم مكثف حسب ما كشف عنه الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي في كلمة عبر الفيديو خلال جلسة طارئة للبرلمان الأوروبي مخصصة لتقديم الدعم لأوكرانيا ضد تدخل العسكرية الروسي زيلنسكي طلب الدول الأوروبية بدعم بلاده لمواجهة العملية العسكرية الروسية حرب البيانات العسكرية تسير بنفس وطيرة الحرب في الميدان فوسائل الإعلام الغربية تناقلت أنباء أندوي انفجار كبير الثلاثاء في مقاطعة روستوف داخل روسيا من جانبه الجيش الأوكراني تحدث عن مصرع خمسة آلاف وسبعمائة جندي روسي منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في الوقت الذي تدوي فيه أصوات الانفجارات في المدن الأوكرانية حرب أخرى يدور رحاها في وسائل الإعلام فالمنشآت التكنولوجية التابعة للأمن الأوكراني صارت في مرمى أسلحة فائقة الدقة ردا على الهجمات الإعلامية الموجهة ضد موسكو حسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية البيان اتهم أوكرانيا بشن عمليات إعلامية نفسية واستخدام هجمات سيبيرانية ضد موسكو ما دفع الجيش الروسي مطالبة المدنيين في كييف القاطنين قرب مراكز البث بمغادرة منازلهم ولم يد من وقت طويلاً حتى أظهرت وسائل إعلام أوكرانية قصفاً على منشعة تابعة لتلفزيون الأوكراني في كييف تهديد موسكو أخذته كييف على محمل الجد فمباشرةً بعد صدور البيان انطلقت سفارات الاندار في العاصمة الأوكرانية كييف مؤلنةً أن الحرب لن تنتهي غداً وتوقف بثوى التلفزيون الأوكراني بصورة مؤقتة بعد قصف صاروخي روسي لبرج الاتصالات الرئيسي في كييف وأظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض برج التلفزيون الحكومي لانفجار هائل نقلت شبكة سيانان عن مسؤولين أمريكيين بارزين قولهما أن الولايات المتحدة تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا بشأن تحركات الجيش الروسي ولمساعدة الأوكرانيين في أرض المعركة وقالت الشبكة أن مسؤولي الاستخبارات والدفاع الأمريكيين يرون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال يملك عددا من الخيارات التي لم يستخدمها بعد ويمكن أن تؤدي إلى تدمير المقاومة الأوكرانية تنقلت وسائل إعلام روسية وأوكرانية أنباء عن موعد الجولة الثانية من المفاوضات بين البلدين بهدف وقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا المستمرة منذ الخميس وقالت وكالة أنباء تاس الروسية نقلا عن وسائل إعلام أوكرانية إن الجولة الثانية ستقام الأربعاء بعد الأولى التي جرت الاثنين على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا وكشفت تاس عن بعض شروط الطرفين من أجل وقف القتال وقالت إن روسيا طالبت أوكرانيا بالاعتراف بجمهوريتين دوناتسك ولوغانسك الانفصاليتين التي تدعمهما موسكو ووقف مطالبها باستعادة شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ 2014 هذا وأثار قرار رئيس روسي فلاديمير بوتين بوضع قوات الرضع الاستراتيجي في حال تأهب أثار قلقا دوليا من الانزلاق لمواجهة نووية بين القوتين الأكبر في العالم خمس دول معترف بها رسميا على أنها تمتلك أسلحة نووية بمجب معاهدة حضر الانتشار النووي الجيش الروسي يمتلك قوة تقليدية تضعه في المرتبة الثانية عالميا لكنه يحتل المرتبة الأولى في العالم بقوة نووية تمثل نحو نصف القنابل النووية التي تملكها كل جيوش العالم مجتمعة وتضم ترسانته النووية نحو سبعة آلاف قنبلة ويمكنه إطلاق عشرات السواريخ النووية العابرة للقارات على أي منطقة في العالم كما تعد قوة الغواصات النووية الروسية واحدة من أكثر الأسلحة رعبا في العالم الولايات المتحدة بها ما يقدر بمئة قنبلة نووية من طراز بي واحد وستين نشرت في ست قواعد لحلف شمال الأطلسي في خمس دول أوروبية هي إيطاليا وألمانيا وتركيا وبلجيكا وهولندا في أكتوبر من العام الماضي أصدرت واشنطن إعلان رفح السرية يشير إلى أن العدد الإجمالي للرؤوس الحربية الأمريكية النشطة وغير النشطة قارب الأربعة آلاف لا تشمل أرقام مخزون الرؤوس الحربية القديمة وتلك التي تنتظر تفكيك الصين تمتلك حوالي 350 رأسا نوويا في عام 2020 قدر التقارير الإخبارية أن لدى الصين مخزونا من الرؤوس الحربية النووية يتراوح ما بين 200 إلى 300 ووفقا لهذه التقديرات يتوقع أن تمتلك الصين حوالي 700 رأس نووي قابل للإطلاق بحلول عام 2027 وألفا آخر بحلول عام 2030 فيما تمتلك فرنسا حوالي 290 رأسا نوويا أما بريطانيا فتشير التقديرات إلى حيازتها على حوالي 225 رأسا نوويا أما بخصوص الدول التي لم تنضم إلى معاهدة حضر انتشار الأسلحة النووية ومن المعروف أنها تمتلك أسلحة نووية كالهند والكيان الإسرائيلي وباكستان تمتلك ما يقارب من 200 رأس نوويا الكيان الإسرائيلي يمتلك ما يقدر ب90 رأس نووي مع مواد انشطارية قادرة لصنع 200 قنبلة أما باكستان فتشير التقديرات إلى أنها تحوز حوالي 200 رأس نووي أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف مليون شخص فروا من منازلهم للنجاة من الحرب في أوكرانيا مع استمرار القتال العنيف في جميع أنحاء البلاد وأطلقت الهيئة الأممية نداء عاجلا لجمع 1.7 مليار دولار بهدف تقديم مساعدة إنسانية لأوكرانيا حيث قدرت 12 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة فرضت المزيد من الهيئات الرياضية عقوبات على رياضي روسيا وروسيا البيضاء في أعقاب الحرب على أوكرانيا واستبعدت اتحادات الريشة الطائرة والتجديف والتزلج رياضي الدولتين من البطولة الدولية كما أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من جميع مسابقات أم الألعاب في المستقبل المنظور وبأثر فوري وذلك بناء على توصية من اللجنة الأولمبية الدولية أي تنقض ذلك الذي يحمله تسارع الهيئة الدولية الرياضية لوضع المنتخب الروسي في رواق المغضوب عليهم جراء تداعية العملية العسكرية في أوكرانيا في خلط سارخ للسياسة والرياضة وهو ما يتعارض مع مبادئ الحركة الرياضية لدى الهيئة الأعلى على الإطلاق اللجنة الرياضية الأولمبية الدولية يعتبر القيام بأي عمل من أعمال التمييز العنصري ضد دولة أو شخص لإسباب عرقية أو دينية أو سياسية أو جنسية عملا يتعارض مع الانتساب للحركة الأولمبية هو بند لم يعدل حبرا على ورق أمام تفاوت الهيئة المعنية والبقية المنظوية تحت لوائها التي رضخت لضغوط الغرب وبقدر ما هو تعاد مكشوف يرفع الستار على حقيقة تناقض اللجنة الأولمبية الاتحاد الدولي وحتى الأوروبي لكرة القدم بقدر ما يمثل نفاقا من هيئات لم تحرك ساكنا أمام أزمات وصراعات شهدها ولا يزال العالم حرمانه الدب الروسي وأنديته ورياضيه من المشاركة في الاستحقاقات ألغت طوانة كثيرا ما تغنت بها الهيئات الدولية بفصل الرياض عن السياسة بل وقدمت مفهوما جديدا من شأنه أن يغير ملامح الحركة الرياضية في العالم بعد الآن هذا وأضحت موسكو عرضة لعقوبات اقتصادية تأخذ أشكال مختلفة منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا تصعيد غربي ضد روسيا يضرح تساؤلات عدة حول قدرتها على الصمود أمام تداعيات تلك العقوبات على اقتصادها ووضعها الداخلي العام لم تكد العملية العسكرية التي تقودها روسيا في أوكرانيا تحقق أهدافها حتى وجدت موسكو نفسها أمام عقوبة تاريخية مست عمق اقتصادها لدرجة وصفها بالأشد على دولة في العصر الحديث استبعاد البنوك الروسية الرئيسية من نظام سويفت للمعاملات المالية وتجميد أصول رجال أعمال ومسؤولين كبار روس وكذا حضر بنوك روسية ليس أول وأخر العقوبات فبرغمه آثار الخطوة على اقتصادات دول مناوئة يمضي الغرب في ممارسة ضغط مالي على روسيا يأخذ عدة أشكال قيود مفروضة على البنك المركزي الروسي يقول خبراء إن من شأنها حد قدرة الكريملين على الوصول إلى أكثر من ستة مائة مليار دولار من الاحتياطات المالية أمام عمليات إقبال على سحب الودائع وتهافت على شراء الدولار ما يهدد بشل قدرة موسكو على منع انهيار عملتها الروبل وتصعود التضخم وفيما تطرح مسألة صمود روسيا أمام كم العقوبات المتهاطلة عليها برغم حصونها المالية التي شيدتها منذ سنوات كأهم التحديات التي تواجهها تواجه موسكو أيضا خنقا اقتصاديا آخر فبعد وقف عملية التصديق على خط أنبوب الغاز نورد ستريم تو المشروع الاستراتيجي بدأت بعض الدول عمليات حضر على استيراد النفط الروسي خيار لم تستبعد سير فيه دول كبرى عديدة ويعول الاتحاد الأوروبي في عقوباته أيضا على عزل موسكو من حركة الملاحة الجوية بعد غلق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية المشهد وإن كان أقل تأثيرا بالنسبة لحركة سفونها في أعقاب إعلان تركيا منع عبور سفن حربية عبر مضيقي البصفور والدرنديل إلى البحر الأسود بموجب اتفاقية مونترو إلا أنه يضاف إلى ضغوط أضحت تعقد من مأمورية روسيا بما قد يرهن مستقبل عمليتها العسكرية يجمع مراقبون هذا وقفزت أسعار خام براند بأكثر من عشرة في المئة مع استمرار التوتر في شرق أوروبا وترقب مخرجات اجتماع التحالف أوباك بلاس الأربعاء وارتفعت أسعار العقود الآجلة للقياس العالمي مزيج براند تسليم ماي المقبل ليتم تداولها فوق حاجز المئة وسبعة دولارات للبرميل في المقابل صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تيكساس الوسيط تسليم أفريل القادم بنسبة 11% لتصل إلى 103 دولارات للبرميل وفي السياق يعقد تحالف أوباك بلاس اجتماعه الشهر الأربعاء لبحث آلية خفض الانتاج لشهر أفريل المقبل بمشاركة يفترض أن تضم جميع الأعضاء الثلاثة والعشرين بقيادة روسيا والسعودية إلى أن العمليات العسكرية الروسية الدائرة في أوكرانيا تهدد تماسك التحالف رغم تأكيدات سعودية بالتزامها بالاتفاق وسط توترات جيوسياسية غير مسبوقة وأحداث عسكرية متسارعة تجتمع أوباك بلاس لتنظر في وضعية السوق النفطية اجتماع لن يكون كسابقها فالمتغيرات السياسية سترمي بكل ثقالها على اجتماع الكارتل النفطي مع حلفائه من خارج أوباك وهنا تقف روسيا الحليف الأقوى لكبار منتجي النفط وصاحبة النفوذ الواسع في المجموعة النفطية فموسكو ستحاول بشكل أو بآخر جعل أوباك بلاس منصة لحجد التأييد أو حتى تخفيف تداعيات وابل العقوبات الغربية التي تتوالع على اقتصادها وصناعتها النفطية الحيوية لسوق الخامة واشنطن استبقت الجميع لمحاولة استمالة الجبهة السعودية لصالحها بدعوة المملكة إلى ضخي مزيد من الإمدادات النفطية في السوق لخفض أسعار الذهب الأسود أعتقد أنكم تتذكرون أن بريت ماغورغ وهوستن زارا منطقة الشرق الأوسط قبل بضعة أسابيع فقط لإجراء محادثات مع سعوديين حول الحاجة إلى التعامل مع أي تأثير على أسواق النفط العالمية مع ضرورة إعادة الاستقرار لها قواعد اللعبة هنا تختلف فالولايات المتحدة التي اعتادت فرض شروطها على كبرى الهيئات المالية يبدو أن صوتها خافت داخل تحالف أوبيك بلاس أمام نفوذ روسي يتحكم في مقاليد السوق النفطية ويضع مصالح المنتجين فوق كل اعتبار اجتماع أوبيك بلاس لن يكون مجرد لقاء بين كبار منتجي النفط ولكنه سيحسم بشكل كبير قوة الموقف الروسي في خارطة السوق النفطية خصوصا مع بروز تسريبات تؤكد إبقاء أوبيك بلاس على زيادة التدريجية من النفط المقررة منذ السنة الماضية توجه قد يدعم ارتفاعا قياسيا جديدا لأسعار الذهب الأسود أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو عن عزم بلاده حذر استيراد النفط الخام الروسي مؤكدا أن القطاع النفط استفاد منه الرئيس بوتين ومن أسماه بالنخبة المقربة من الكريملين معتبرا الإجراء بمثابة رسالة قوية رغم ضآلة الكميات التي استوردتها كندا في السنوات الأخيرة من روسيا اليوم نعلن حذر كل عمليات استيراد النفط الخام من روسيا هذا القطاع استفاد منه الرئيس بوتين والأوليغارشيون الروس بشكل كبير هذا الإجراء يوجه رسالة قوية على الرغم من ضآلة الكميات التي استوردتها كندا في السنوات الأخيرة من روسيا أكد وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرا خلال زيارة تفقدية لمركز خلية الأزمة بمقر الوزارة على ضرورة تكتيف الجهود لمتابعة التطورات الميدانية في أوكرانيا كما أزد تعليمات بالتواصل المستمر مع مصالحه الدبلوماسية في كل من كييف وارسو بوخارست وبودابست رئيس الدبلوماسية الجزائرية شدد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع سفراء الجزائر لدى أوكرانيا، بولندا، رومانيا والمجر شدد على ضمان تكفل الأمثل بأفراد الجالية إلى غاية إجلائهم في شأن آخر صوت مجلس النواب الليبي على منح الثقة للتشكيلة الوزرية التي قدمها رئيس الحكومة المكلفة بشاغة حيث حازت الحكومة على 92 صوتا من مئة ونائب واحد حضروا الجلسة وتكونت قائمة الحكومة التي قدمها رئيس الحكومة المكلفة بشاغة من ثلاثة نواب لرئيس الحكومة وثلاثين وزيرا وثمانية وزراء الدولة وتأتي خطوة البرلمان لتفتح رسميا باب الانقسام السياسي وتجدد الخلاف بشأن الشرعية المتنازع عليها في البلاد وقع الثلاثاء رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينفاسو هانري دامينبا وثيقة دستورية حددت بموجبها الفترة الانتقالية في البلاد بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تنصيب رئيس المرحلة الانتقالية يأتي هذا بعد جلسات نقاش وطنية شاركت فيها إلى جانب المجلس العسكري أحزاب ونقبات ومنظمات من المجتمع المدني كما تنص الوثيقة على أن رئيس المرحلة الانتقالية لا يحق له والترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية التي سيتم تنظيمها لإنهاء المرحلة الانتقالية على مستوانا قمنا بتقديم مقترح ناخذين بعين الاعتبار التحدية المرتبطة بهذا الانتقال ووجوب السعي لتهيئة مناخ آمن حقا وكذا العمل الفعلي من أجل إصراح شامل لقد اخترحنا ودعونا بشكل فعال لزيادة مدتها خمس سنوات وفي الحقيقة كانت هناك مقترحات عدة في القاعة وتم الاتفاق بالإجماع على مدة ثلاث سنوات أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجرة لثاء عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الكيان السهيوني وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال مدهمة نفذها جيش الاحتلال في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على الأسير المحرر عبدالله الحصري من مخيم جنين ما أدى إلى استشهاده فيما أصيب مواطن آخر بجروح حرجة بالرصاص الحي في رأسه وتم إدخاله إلى غرفة العمليات في أحدى مستشفيات المدينة نهاية النشرة شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة